بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابتر الخامس بعنوان Application 2 تمرين تطبيق 2 المتعلق بالعيزومترك هنحاول نرسم المنظور بتاع المثال اللي شفناه في الجزء الثالث من هذا الشابتر المنظور بتاعنا هيكون داخل متوازن المستطيلات ده الأبعاد بتاع متوازن المستطيلات هي 60 في اتجاه الـ X الـ 60 دي المفروض بتمثل ايه؟ بتمثل العرض بتاع البلان اللي هو نفس عرض الـ Elevation وحيكون عندنا في اتجاه الـ Y حيكون عندنا 34 اللي هو بيمثل ارتفاع البلان بتاعنا وحيكون عندنا في اتجاه الزد 25 اللي هي ارتفاع الـ Elevation اتجاه الـ X هو دائما في الاتجاه ده ده الـ X بتاعنا وده الـ Y وده الزد بتاعنا اللي هو إيه العمود قلنا أهم نقطة في رسم المنظور هو تحديد نقطة البداية هذه نقطة البداية لازم نحدد مكانها يعني نحدد مكانها لازم نعرف المسافة دي العمودية والمسافة دي الأفقية يعني هنعرف المسافة من تحت الورقة ومن يمين الورقة بتاعنا عشان نحدد المسافة دي هنحسب الارتفاع الكل بتاع متوازن المستطيلات هناخذ المسافة دي اللي هي عبارة على ايه عبارة على ساين 30 ضرب 34 34 بتمثل ايه بتمثل طول الخط ده اللي هو نفسه الخط ده اللي هو نفس الطول بتاع الخط ده اللي هو ايه 34 هنضيف للمسافة دي اللي هي 17 هنضيف لها كم هنضيف لها 25 اللي هو طول الخط ده هنضيف كمان اللي 25 دي المسافة اللي تحت دي اللي هي عبارة على ايه عبارة على صاين 30 اللي هي 05 ضرب 60 ال 60 دي بتمثل ايه بتمثل طول الخط ده هنتحصل على 30 وبعدها هنجمع المسافات مع بعض هنجمع 17 زايد هنجمع 17 زايد 25 20 زايد 30 17 زايد 25 زايد 30 نتحصل على 72 72 دي هنشيلها من فين هنشيلها من ارتفاع الورج بتاعنا اللي هو 247 247 نشيل منها 72 نتحصل على ايه على 175 175 هنقسمها على ثلاثة على اثنين هنتحصل على 87 87 دي بتمثل ايه بتمثل الارتفاع ده العمودي ده مسافة 87 باجي ايه باجي المسافة من الافقية بتاعنا هنحسب العرض الكامل بتاعه متوازي المستطيلات هنبدأ بالمسافة دي اللي هي بتمثل ايه بتمثل كوزاين 30 ضارب 34 34 هي طول الضلع ده بنتحصل على 29 هنضيف لها ايه هنضيف لها المسافة التانية هادي اللي هي عبارة على ايه عبارة على كوزاين 30 ضارب 60 بنتحصل على ايه على 52 نجمع 29 زايد 52 بنتحصل على ايه على 81 قلنا عرض الورقة بتاعنا ده هو ايه هو 200 200 نشيل منها 81 هنتحصل على ايه هنتحصل على 119 119 هنقسمها على 2 هنتحصل على ايه على 59 59 دي بتمثل ايه 59 بتمثل المكان الفوابي ده دي 59 عشان نصل لنقطة البداية لازم نضيف لها 52 59 زايد 52 بتعطينا ايه هتعطينا 111 وكده عرفنا ايه عرفنا مكان نقطة البداية يعني ايه يعني هنطلع من تحت 87 ونيجي من اليمين 111 وكده ايه حددنا نقطة البداية بتاع المنظور بتاعنا وحنروح في اتجاه الواي قلنا ده اتجاه الواي وده اتجاه الـ x وده اتجاه الزد هنروح في اتجاه الواي مسافة 34 كده بتمثل دي 34 ده اتجاه الواي ده الواي هنا ده الـ x وده ايه ده z يعني هنروح في اتجاه الواي قلنا كم هنروح في اتجاه الواي مسافة 34 يعني رسمنا ايه رسمنا الخط ده رسمنا الخط ده اللي تحت رسمناه في المنظور بتاعنا بعدها هنروح فين هنروح نرسم الخط العمودي ده اللي هو بيمثل ايه بيمثل الخط هذا العمودي في left side view بيمثل الخط العمودي ده الصغير كم الارتفاع بتاعه الارتفاع بتاعه ثمانية بعدها هنرسم ايه هنرسم الخط ده اللي هو في اتجاه الـ X اللي هو طوله A في اتجاه الـ X بتاعنا طوله هذا هو الخط بتاعنا عندنا المسافة دي كلها 18 هنشيل منها نص القطر بتاع الدايرة بتاعنا اللي هو 10 18 نشيل منها 10 نتحصل على 8 يعني هنروح مسافة كم في الاتجاه ده هنروح مسافة 8 يعني الخط هذا بيمثل الخط هذا بعدها هنطرك فراغ هنطرك فراغ بمسافة كم بمسافة 10 زايد 10 يعني القطر بتاع الدايرة يعني الفراغ بتاعي ده هو بيمثل كم بيمثل 20 وبعدها بنكمل الخط بتاعي ده للآخر بحيث المسافة دي كلها هتكون عندي كم هذه المسافة كلها هتكون عندي ايه 60 بعدها هنرسم ايه هنطلع فوق مسافة كم هنطلع مسافة 14 وده ايه ده خط ايه خط عمودي بعدها هنرجع وراء مسافة كم هذه المسافة هذا الخط هذا بيمثل ايه بيمثل 60 اللي هي كل المسافة دي كل المسافة دي 60 نشيل منها كم 36 هيتبقى عندي كم 24 يعني طول الخط هذا 24 بعدها هنطلع فوق عمودي هذا الخط بتاعي هو بيمثل الخط ده كم طوله عندي طول الخط هذا كله 25 أشيل منه 14 يتبقى عندي كم 11 يعني طول الخط هذا العمودي كم 11 يعني هطلع كده في الاتجاه 11 ملي متر بعدها هارجع وراء عشان ارسم ايه عشان ارسم الخط ده من هنا الهنا عندي كل المسافة دي 36 أشيل منها 18 يتبقى عندي كم 18 يعني طول الخط ده 18 ملي متر بعدها هوصل النقطة دي بالنقطة دي عشان ارسم ايه عشان ارسم الخط الماء البتاعي ده الخطوة اللي بعدها هاروح في اتجاه ايه هاروح في اتجاه الواي هاروح في اتجاه الواي مسافة كم هي نفس المسافة دي اللي هي كم اللي هي 34 وثلاثين وبعدها هاروح في اتجاه ايه هاروح في اتجاه الاكس مسافة كم هي مسافة الخط ده نفس المسافة اللي هي 18 وبعدها هوصل النقطة دي هاروح في اتجاه الواي مسافة كم اللي هي المسافة دي ازاي هنحسبها 34 نشيل منها 18 بتعطينا 16 16 على 2 هتعطينا كم 80 يعني هاروح في الاتجاه هذا مسافة كم مسافة 8 الخط ده نعيد هو بيمثل الخط ده اللي هو طوله كم 8 ملي متر هارسم نفس الخط من ناحية تانية اللي هو الخط ده 8 ملي متر وبعدها هارسم تحت كمان خط اللي طوله كم 8 ملي متر الخط هذا ممكن نشوفه في lift side view اللي هو الخط ده اللي هو كمان من ناحية تانية بعدها هوصل ايه؟ اوصل النقطة دي بالنقطة دي توصيل بسيط بعدها هطلع من هنا خط عمودي عشان ارسم ايه؟ عشان ارسم الخط هذا العمودي اللي موجود فين؟ في lift side view اللي هو نفس الخط اللي هنا ده كم ارتفاع الخط هذا؟ كم ارتفاع الخط من هنا الهنا؟ عندي المسافة كلها 25 اشيل منها 8 هيعطينا 17 يعني هطلع في الاتجاه هذا عمودي من هنا الهنا 17 ملي متر بعدها اوصل النقطة دي بالنقطة دي عشان ارسم ايه؟ عشان ارسم الخط هذا بتاعي يعني الخط هذا اللي رسمناه هو نفسه الخط ده بعدها هاجي في اتجاه الواي في اتجاه الواي عشان ارسم ايه؟ عشان ارسم الخط بتاعي ده من النقطة دي للنقطة دي هذا الخط بتاعي طوله كم الخط هذا طوله 18 بعدها انزل العمودي كده انزل العمودي بكم المسافة بنفس مسافة الخط هذا بعدها هارجع وراء موازي لإيه موازي للواي موازي للواي طول الخط هذا هو نفس طول الخط ده وبعدها اوصل للنقطة دي بالنقطة دي و اوصل للنقطة دي بالنقطة دي الخط هذا بيمثل ايه الخط ده بيمثل الخط اللي هنا ده بعدها اوصل ايه اوصل النقطة هذه بالنقطة هذه الخط هذا المائل هو بيمثل الخط هذا ولكن من ناحية تانية بعدها اجي هنا واروح في اتجاه ايه اتجاه الواي عشان ارسم ايه عشان ارسم الخط ده كم طول الخط هذا عندي المسافة كلها دي هي 34 اشيل منها كم اشيل منها 14 يتبقى 20 اقسمها على 2 اتحصل على ايه على 10 يعني طول الخط هذا 10 وطول الخط ده 10 يعني هاروح في الاتجاه ده مسافة ايه مسافة 10 بعدها ارجع وراء في اتجاه الاس كم المسافة مسافة ايه مسافة 9 اللي هو الخط ده ارجع مسافة 9 ملي متر وبعدها اروح في اتجاه الواي اروح في اتجاه الواي مسافة كم مسافة 14 وارجع في اتجاه الاس عشان ارسم ايه عشان ارسم الخط ده كم طوله طوله 9 يعني نفس طول الخط ده وبعدها اروح في اتجاه الواي في اتجاه الواي كم المسافة المسافة اللي حسبناها هنا اللي هي إيه اللي هي عشرة مليمتر وبعدها أروح في اتجاه الـ X إلى أن أصل للخط ده اللي هو في اتجاه الـ Y وأنزل من هنا عمودي كده عمودي موازي للـ Z عشان أرسم إيه عشان أرسم الخط اللي موجود في النقطة دي اللي هو موجود في الـ Elevation ولكن مخفي باجي عندنا إيه باجي عندنا الـ Ellipse اللي هو بيمثل إيه بيمثل الدايرة دي وأن كل دايرة في المسقط بترسم إيه Ellipse في المنظور نرسم المحاور بتاع الـ Ellipse بتاعنا ده المحور موازي للـ X وده المحور موازي للـ Z يعني الـ Ellipse بتاعي هرسمه في أي سطح هيكون في السطح X Z يعني أي خط هرسمه تابع للـ Ellipse هيكون يئمة موازي للـ X يئمة موازي لـ A موازي لـ Z هرسم الخطوط الموازية بتاعي المفروض هذه المسافة 10 والخط ده موازي لـ A موازي لـ Z كمان هرسم الخطوط الموازية للـ X على مسافة كم على مسافة A مسافة 10 وبعدها هحاول أحدد المراكز بتاع الإيليبس بتاعي هنا عندي جزئين بس من الإيليبس عايز أرسمه ده الجزء الأول وده الجزء الثاني لكن محتاج المركز بتاع كل جزء الجزء ده المفروض المركز بتاعه ده اللي هو معطى وتحصلنا عليه لما رسمنا الخطوط الموازية باجي عندي مركز ثاني لازم أحدده هوصل المركز ده بالنقطة دي ووصل المركز ده بالنقطة دي وكده تحصلت على إيه على المركز الثاني بتاعي أجيب الفرجار وارح راكز في النقطة دي وافتح الفرجار للنقطة دي ووصلها بالنقطة دي وكده تحصلنا على الجزء الأول بعدها أجيب الفرجار وأروح أركز في المركز ده ووصل النقطة دي بالنقطة دي وكده إيه خلصنا رسم الإليبس بتاعنا باجي عندنا إيه باجي عندنا الخط اللي تحت ده عشان تكون الاستوانة بتاعنا ظهرة اللي هو بمثل إيه بمثل الخط ده اللي هو مخفي في البلا